السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم بريس أراب إليكم عنوان هذا الفيديو محاكمة يوسف عطال والقادة الفرنسية يصدر حكما جديدا لنشاهد التفاصيل كاملة قبل إخواني كرام من دخلوا في التفاصيل نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز ولايك للفيديو وشكرا لكم أعلنت محكمة نيس اليوم الأربعة عن جملة العقوبات المتعلقة بمحاكمة يوسف عطال اللاعب النيس والمتحب الجزائري على خلفية اتهام بالتحريض على الكراهية من خلال منشور في حسابه الرسمي على منصة انستجرام في شهر أكتوبر 21 الماضي وتم تسليط عقوبة السجن لمدة 8 أشهر مع إقاف التنفيذ على يوسف عطال إضافة إلى تغريمه ماليا حيث سيتعين عليه دفع مبلغ 45 ألف يورو بينما ستكون العقوبة الثالثة التي أقرت المحكمة باين العقوبة في صحيفتين نيس ماتان واللوموندا والفرنسيتين على أن يدفع الدول الجزائري تكاليف النشر وبذلك لن يكون عطال معارضا للسجن وهو الأمر الذي كان متوقعا خاصة أن النيابة العامة كانت قد التمست عقوبة بالسجن مع إقاف التنفيذ في المحاكمة السابقة التي جرت وقائعها في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي والتي عرفت حضور الماني بينما غاب اليوم عن جلسة إقرار العقوبات قرار محاكمة يوسف عطال لن يملعه من المشاركة في القان بعد صدور قرار المحكمة بشأن قضية يوسف عطال فإن الآخر سيشارك بصفة طبيعية في نهائية كاسي أمم إفريقيا 2023 رفقة المنتخب الجزائري حيث يشارك حاليا في المسكر الإعدادي للبطولة والمقامة في العاصمة الطوغولية لومي ويستمر حتى اليوم عشر من شهر الجاري قبل الصفر إلى الكوتيفور ويغب عطل عن فريقه النيس منذ شهر أكتوبر حيث تم تسلط عقوبة قاسي علي من طرف إدارة النادي من خلال إقافه لسبع مباراة كاملة في الدور الفرنسي وهذا ما جعله خارج المنفسة لفتر طاولة واكتفى بالمشاركة فقط في مباراتي الصومال ومزنبيق شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي برسم تصفية كاسي العالم 2026 ويحضر يوسف عطل لبطولة الكانب بشكل رسم طبيعي رفقة زملائه ويسعى التي تعلق فيها كما فعل في النصخة 2019 في مصر خاصة في دور المجموات بينما يبقى مستقبل في نادي النيس غير واضح بما أن عقده ينتهي في 30 يونيو حزيرا القادم ما يجعلهم مرشحا لمغادرة في هذا الشتاء صوب نادي جديد